سوفيان بظل معك في نفس الموضوع فوز الرجاء غدا في حالة حدوثه مدى انعكاس الفوز هذا على الفريق على الإدارة على المرحلة القادمة بالنسبة للرجاء أوكي ممكن تجديد الثقة في المدرب لكن أنا أتكلم عن أشياء أخرى تفيد الفريق في المستقبل أوكي ثلاث نقاط لكن هناك انعكاسات أخرى للرجاء مباراة الديربي فيها أشياء إيجابية في حالة الفوز ما هي أهم الأشياء التي ممكن تحدث تغيير في الرجاء في الفترة القادمة أكيد خلينا نكون صراحين أستاذ يعقوب على أن فريق الرجاء في المباراة يوم غد سوف يعيش ضغط أكبر من فريق الوداد الرياضي بحكم فريق النقاط دي الخمس نقاط وهذا أكيد وحكم عرفتنا بواليد وكيفاش كيف فكر واليد والطريقة وحتى الهدوء دياله في المباراة دياله وفي أصعب المباراة اللي كان لمع فريق الفتح الرياضي لمع فريق الوداد في هذه التسع مباراة اللي يقدر أنه يدرس الخصم دياله داخل رقاة الميدان ما كنظنش أن الوداد غي غامر منذ البداية ديال المقابلة غي تسنى الرجاء أنه يجي عنده باش يقدر أنه يباغش بهدف في البداية ديال المباراة الرجاء غادي يعيش أو فريق الرجاء الرياضي سوف يعيش ضغط في هذه المباراة أكثر من الوداد غي بغي أنه يحرز على ثلاثة النقاط اللي غدا تكون غالية وتكون تامينة غدا تهدئ نوعا ما من الغدب الجماهيري باش نكونوا صريحين ونكونوا واقعين أكيد أنه كان إجماع على الأستاذ أنيس محفوظ وبدورنا نهنقوه ومعلينا إلا أن ندعموه احنا وراء أي واحد غادي يخدم المصلحة ديال فريق الرجاء الرياضي كان إجماع بالنسبة للأنيس في الترشيح دياله للرئاسة فريق الرجاء وإنما كان تحفوظ على مستوى الجماهيري ولمستوى الجمهور الرجائي ككل كنين منقوش أغلبية ما يكونوا واحد من نسبة متقاربة على الناس اللي ما بغينش هذا المكتب هذا يكون هذه غدا تكون في مصلحة الفريق ومصلحة المكتب مسير أنه يشتغل في أريحيا يقدر يكون كيف ما تقولوا مهدئ نوعا ما يتسنوا يقولوا لربما هذي اللاعبين اليوم كبروا في مباراة ديربي يعني كين ما يعتعوا هذي اللاعبين للفريق ديالهم على المستوى التقنيق يجعل السعاد الشابي يشتغل أكثر أو يشتغل بأريحيا إذا كان العكس فكنضن أنه سيكون ضغط أكبر على فريق الرجاء الرياضي لأنه سوف يخاف من الخصوم اللي يحتل المرتبة الثالثة والتي يحتل المرتبة الرابعة في حالة الفوز ذيالهم سيقربوا الفريق الرجاء الرياضي سيشكلوا ضغط عليهم أكبر عكس فريق الوداد إذا حصل على فرق ديال 8 نقاط يجعله يشتغل دور مجموعات في كأس عصبت الأبطال بأريحيا أكبر يقدر المدرب يدير تدوير ديال الفريق بأريحيا أكبر يعني كيف ما تقولوا إحنا في لغة الكرة وأخي بدر والكبات اللي معاك يأكدوا بالليرة يقدر والدي يغامر في مباراة من مباراة الدوري بلاعبين اللي ملعبوا حتى شيء مباراة باش يدير ذلك التدوير ديال اللاعبين يخول لي أنه يحسم تأهول دور المجموعات أكبر ترجمة نانسي قنقر